السلام عليكم أخوتي ، إن شاء الله رأيكم بياماك أستاذ تفيدق في مادة المحاسبة فيديو جديد فيديو رقم 5 سألنا في أعمال نهاية السنة كيف أقول لكم من النهار أو النهار من الأخر غير فيديو غير فيديو غير فيديو هل سألت معكم وما تقرأوا ، عندما تنقل قناة تستطيع أن ترون فيديو تلك الأمين قناة مدرسة الأمين وقناة جديدة في اليوتيوب التي تفيدقها قناة هذه القناة التي نضيفها فيها كثير من الفيديو إذا لم تنقل قناة مدرسة في اليوتيوب قناة مدرسة قناة مدرسة مع صاحبك سوف تستفيد استفادة كبيرة من الأخر سوف تخدم في المحاسبة تتبع معي برك سوف يرى كل شيء أقرأ وضع رأسك معي وكون أجور لا تتركي لك لا تكسر رأسك لا تخاف أنك أرواح برك وضع رأسك معي أقرأ كيف ننظم الوقاء ونجيبوا البارك من الأخر كيف الفيديو تال اليوم ما سوف نرى فيها ما زلنا نهضر في الاهتلاكات كيف الفيديو تال اليوم سوف نهضر فيها كيف يكون الاقتناء خلال السنة سوف نرى الفيديو في المتناقش دائما يكون الاقتناء في بداية السنة خلال السنة في مارس في أفريل في جوان في سبتم خلال السنة بصحة الحالة هذه نشوفها في نوع واحد من الاهتلاكات نشوفها غير في الاهتلاك الخطي كيف في المتزيد وفي المتناقص الاقتناء يكون دائما في بداية السنة كيف نهضروا اهتلاك خطي في هذه الحالة يقدر يكون الاقتناء في بداية السنة وفي التمرين تعنات المثال تاليوما راح نشوفك يكون الاقتناء خلال السنة تبعا ايا تفهمها في اسمها دينك فيديو خفيف رأيت اسمها مش قلح و سعليها بشماتها متراجع من الاخر بكيف بتاريخ 23 مارس 2020 اقتلت مؤسسة الانتاجية يعني تثبيت قيمتها 240 الف دينار جزائري مدتها النفعية خمسة سنوات وتهتلك بطريقة الاهتلاك الخطي من الاخر مادام تشوف الاقتناء مشي في جون في تفهم ديراكت بالاهتلاك اللي راح يكون عندك في التمرين هو اهتلاك خطي المعلومات نطهر منها وشنو هم قناة اقتلت مؤسسة الانتاجية قيمتها 240 الف دينار جزائري هذة 240 الف وشكنا نرمزولها هي الام ا المبلغ القابل للاهتلاك وفي نفس الوقت هي القيمة المحاسبية مدتها النفعية خمس سنوات هذه المدة النفعية نرمزولها كما مع المخطط الاحتلاك نحن سنبلي ويبين عن من الاخر لن يكون هذا اكثر. يمكنني إرادة يخبص كل ما كان هو طابل الآخرين. وليس أريد أن تجدوا ما إنه يوجد ما هو موضوع 4 أو 6 أو 5. ما ما هي أشكل لهم سنوات m a a sigma l v a c. سنوات هم العوام التي لمقلنا فيها هذا الأول. ما هو العام 2020 و لماذا نققل الموقع عام 2020؟ نسأل نفسي هل لماذا عام 2020؟ وعلى فقط شريتها في 23 مارس وعلى فقط شريتها في 23 مارس لا أعطى في جنوية وفيفوري ومارس ما هو مارس هنا أحسبه أم لا لا لكي في هذه الحالة مارس لا أحسبه كيف حتى لدينا قاعدة نخدمها وما نقول له هذه القاعدة؟ نقول له عند الاقتناء مع أنها كيف نشره عند الشراء كيف نشره التثبيت لكيب سهلة نحن نشره لكن نشره بين الأولى و 15 من الشهر حتى الأولى حتى الأولى يجب أن تعرف أن يحسب الشهر مع أن الشهر هذا يجب أن تدخلوا في الحساب حتى الأولى 5 حتى الأولى 30 لا تستطيع أن تقوم بها لذلك يحسب الشهر نشره تاريخ الحيازة بين 16 و 31 من الشهر في هذه الحالة نقول له لا يحسب الشهر هنا يجب أن تعرفها لكي تخدم لا تستطيع أن يذهب لك شهر أو تزيد شهر أو تنقص شهر في المثال تثبيتنا 23 مارس في الحالة الأولى و في الحالة الثانية 23 مارس في هذه الحالة نقول له لا يحسب الشهر أحسب المثال لا يحسب شهر و أحسب المثال و أحسب المثال و أفريل أفريل أمي جوان جوية أبوة أكتوب و أكتوب سنقوم بغة أفريل كم ستبقى و أحسب المثال سنقوم بغة أفريل و میجوان و اكتوب ثاني لCOMA لا يستطيع أن نقرأ في الرياضية بالنسبة لديك أنا وأخبط بغة أفريل ما ترى و أفريل tussen كم سنقوم بغة أفريل 9 شهر على الداين أخدمت بها 9 شهر بللوم نقوم بها لذلك نزيد نستفل العوام التوعي كيف لدي أمور 2020؟ لدي أمور 2022 ثم لدي أمور 2022 ثم لدي أمور 2022 ثم لدي أمور 2022 إذا كنت تحبسها هنا تقول لي بصحام لك عام 5 هذا في عام 2022 في عام 2022 في عام 2022 في عام لا تقول لك 4 سنوات تزيد لها في 2019 ما سيقول لك؟ 4 سنوات و 9 شهر نكيف المدة النفعية 5 سنوات ما زالهم خاصة هنا ثلاثة أشهر هذا الطروة ليس هنا تكملهم هنا في 2025 سنوات سنوات مكملة نكملوا فيها ما سيكون لدينا خدمنا تلك 9 شهر ما سيكون لدي ثلاثة أشهر و كنت تحسب 2020 فاندو وفاندكا تكينات 4 سنوات و بعدها 9 شهر ثلاثة شهر ثلاثة شهر ما سيكون لديهم 4 سنوات أو 5 سنوات سيكون لديك 4 سنوات و هذه الزوجات و نعم المدة النفعية 5 سنوات سهلا لك مخطط نعرف و نديره ما سيكون لديك 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 240 ألف روح الله هنا و أكتب هنا 240 ألف و ما سنعرفه في الخطي بللي الأم أ نكتبه في كالسنوات ما سيكون لديك ما سيكون لديك نكتب 240 ألف دينار جزائري 22 240 ألف جزائري 23 240 ألف جزائري 24 240 ألف جزائري 25 240 ألف 50 ألف دينار جزائري ماتا راح يروح ثابت تقع السنوات خلاص دعنا اهم ها الأم أ وين نروح ضكا ونروحا لل آن نكتبا لل آن احنا شفنا قانون تح آن يقولنا بلي آن يساوي أم أ في ت قسمة مئة صحة نكتب هذا القانون هذا تح أم أ في ت اعلى مئة يعطيني اهتلاك تح سنة كاملة هذا في الصح في الصح راهوا مضروف في 12 12 على 12 ولكن يكون 12 شهر وانت تضرب 12 على 12 حلطاتك واحد وعدد تضربه فيه واحد خلاص ما يصير الأول على بها نكتبه مافيتي عالمية نحب نحسب تسعة شهر ماذا قالون هذا مافيتي عالمية نزيد نضربه في تسعة ونقسمه على 12 نحسب الاهتراك المدالي نحب نحسب شهرين نضرب مافيتي عالمية في زوج على 12 في تسعة شهر في تسعة على 12 تسعة شهر في تسعة على 12 تسعة 30 شهر في تسعة على 12 يولي يتعرى يولي تعرى مافيتي عالمية يطينا اهتي لك تسعة لدينا وقع المعلومات لان قطينا نعرفه 240.000 دينار جزائي لنضربه فيتي ما تحاولين تفهم لمدة النفعية 5 سنوات لا تريد أن يساوي 20% من الأخر لا تبدل سوف نقوم بـ 240 ألف في عشرين قسمة 100 نضربها في 9 و نقسمها على 12 تعطيني AN تحت 9 شهر تساوي 36 ألف دينار جزائيلي هذه هي أنا لقيت الاهتلاك تحت السنة الأولى لكن لا نغلق هذه 36 ألف لا نستطيع أن نكتبها في 2021 لا نخطي لكن كيف نقوم بعمل هذه المدة AN تحت 10 في 2021 قم بعمل ونستطيع أن نكون نفسه تحت 9 شهر في 2021 يجب أن نحسب AN السنوي ما يقوم بـ AN السنوي يقوم بـ مـ A في ت ت على مية مـ A ١٢٠ ألف دينار جزائري قسمة 100 يساوي 48 ألف دينار جزائيلي هذا نكتب هذا في 2020 48 ألف نكيب 2020 عام كومبليتان 48 ألف 2020 طروة 48 ألف 2024 48 ألف دينار جزائيلي 25 نحبس وعلى ثلاث شهر ثلاث شهر وعام نحن نحسب أل تحترون بو نكيب أل تحتل شهر وشي يساوي كيما تحت 19 شهر بكنا نضربه في 3 على 12 أم أ في ت على مية في ثلاثة على تناش يعطينا 240 ألف مضروبة في 20 مقسومة على مية مضروبة في ثلاثة مقسومة على تناش أل تحتل شهر يعطينا 12 ألف دينار جزائيلي هناك طريقة أخرى لكيب أسهل من الأخرى أنا أعطيكم قاعدة طرق نستطيع أن نقوم بوضع 48 ألف عام نحن نقوم بوضع 36 ألف 200 ألف وعلى 22 ألف 22 ألف أسمع يجب أن تجمع 22 ألف وعلى 9 شهر يجب أن نقوم بوضع 48 ألف 36 ألف وعلى 28 ألف وعلى جزائري خلاص ترح تكمل تحسب سيجما أن وفين سي كما تعلمناه مقبل كيف سيجما أن نجمعه حاجة الأولى نجيبه هنا 36 ألف وإن الاهتلاك تحت السنة الأولى يساوي الاهتلاك المتاركين تحت السنة الأولى بعد نزيد لها 48 ألف دينار جزائري وإن نزيد لها الاهتلاك تحت السنة الأولى ما هو 132 ألف دينار جزائري نزيد لها 48 ألف ما هو 180 ألف دينار جزائري نزيد لها 48 ألف 228 ألف دينار جزائري وإن نزيد لها 12 ألف 240 ألف دينار جزائري ليهي الآن أتيعنا الضغفات الحالة أنا بنا بلي أنا مريق لينها وإش تبقالي الـ VNC في الخطي في قانون ما تبدلش وش يساوي يساوي أم أم تطعنا الـ VNC القيمة المحاسبية الصافية 24000 ناقص 36000 200 24000 ناقص 2800 166 15000 14000 ناقص 13200 18000 140,000-180,000-60,000 140,000-228,000-12,000 وهو الاهتلاك تعلق كل شهر اللي يبقى 140,000-240,000-0 VNC القيناع 0 والسيجما أننا القيناع 240,000 دينار جزائري اللي هو الامة تعلق لكيف هاي لكيفاش نتعامل مع مخطط الاهتلاك كي يكون الاقتناء خلال السنة لكيفاش نتعامل مع مخطط الاهتلاك هو انه الاقتناء كان خلال السنة لكيف فيديو خفيفة فكرة خفيفة رأي في رأسك خلاص هذه اللي لازم معك تكون تعرفها اذا ما زال ما ابونيتش لكي هاكدف العب اكتيفي اابوني لكي بارتاجي مع أصحابك انستغرام توفيق كونتابيليتي تلقوني ثم نزيد نحط لكم الملخصات حتى تستفادوا بزاف لكي لا تضيع اشهد الفرصة العام هذا عامنا من الأخر وكالي كيف اعدمتم في رعاية الله وحفظه الى اللي قابة اشتركوا في القناة